دكتورة من وجهة نظر تربوية شو أهمية قضاء الأوقات خلال العطل الصيفية مع الأبناء؟ شو أهمية أنه نحاول نعمل نشاط؟ بمكن نكون نشاط داخلي، نشاط خارجي طبعاً كل واحد بحسب ظروفه وحسب قدرته ولكن قديش مهم أنه نقضي وقت مع الأطفال؟ إحنا نشتغل خمس أيام، ست أيام أغلب الناس طبعاً بيكونوا بحالة حركة والطلاب بمدارسهم خلال الأسبوع بنحس بضغط نفسي كتير عالي فهذا الضغط لابد أنه يعني بيوم واحد أو يومين بها نهاية الأسبوع أنه نعمل على تخفيفه حتى ما يظل يتراكم عن الضغط النفسي وبالتالي يؤدي إلى شعور بمزاج سيء عدم انبساط بالحياة، عدم شعور بالراحة فتأتي الإجازة في نهاية الأسبوع حتى تخفف عن الناس الأعباء اللي بيكونوا مرأوا فيها وبيكونوا عاشوها مهم كتير أنه إحنا نقضي أوقات مع العائلة ومع الأولاد وحتى مع الأصدقاء والأهل والمقربين ومع المجتمع والمحيط لأنه الإنسان بطبعه اجتماعي يتفاعل فإذا لم يتفاعل يؤدي ذلك إلى شعوره بالأمراض النفسية وخاصة إذا احنا هلأ داخلين على فصل الصيف أنه لما يقضي الأوقات مع أولاده يلعب معهم نعملها شوية نبعد عن الأجهزة الذكية والتليفونات حتى أنه إحنا نتفاعل مع بعض لأنه إحنا عارفين أنه هاي المرحلة المرحلة الانتقالية من فصل لفصل تؤثر على المزاج وتؤثر أيضا على الحالة النفسية للأشخاص نتيجة أنه التغير المناخي يؤثر على الدماغ وبالتالي يكون مهيئ لحدوط اضطرابات وخاصة الاكتئاب وخاصة الاكتئاب الموسمي اللي بيكون أغلب وفي فترة الخريف والشتاء نعم بالفعل يعني دكتوري هذا الموضوع كتير مهم موضوع الاكتئاب الموسمي خاصة لما ننقل من فصل إلى فصل آخر إذا من نحكي كمان عن أهمية وضرورة التخطيط للعطل يعني مش يجي الويكند وإحنا مش عارفين شو بدنا نعمل أدي هذا الموضوع مهم وضروري مهم لأنه وسيلة للتنفيس حتى نبدأ أسبوعنا القادم اللي بعد العطلة وإحنا عنا حماس خاصة أنه زي ما حكينا بهاي الفترة يصبح فيه انخفاض بالمزاج خمول عدم رغبة بالإنتاج فإذا إحنا ما عملنا على أنه نرفع طائتنا خلال فترة العطلة نهاية الأسبوع بالتالي إحنا رح نبدأ أسبوعنا وعننا خمول وإنتاجنا بقل ونعتمد في مزاجنا أحيانا الدوبامين في دماغنا يفرز عند الإنجاز لعندما ننجز مثلا ونستمتع أيضا السيريتونين هيرموني السيريتونين هي نواقع العصبية نتحكم فيها بأدمغتنا من خلال المهارات اللي بنقوم فيها والنشاطات النشاطات كتير مهمة ممكن إنه إحنا نخطط لنعمل شيء مش متعودين نعمله مثلا إذا أكله معين إذا إحنا من الناس اللي نحب الأكل ونتفنن فيه ممكن نعمل إشي جديد ونجهز المواد قبل بيوم ونشارك كل أفراد الأسرة الأطفال الزوج الزوجة حتى نعند مثلا مائدة مميزة ممكن إنه نعمل على إنه نقضي وقت مع بعض بأمور مثلا نحضر موفي نقعد جلسة عائلية نخطط إنه في نهاية اليوم رح يكون واحد تنين ثلاثة ممكن الأمور الروحانية مهمة كمان في عطلة نهاية الأسبوع مثلا الصلوات سواء كان في دور العبادة يؤدي بالتالي إلى رفع الحالة النفسية وسويتها التخطيط إلى عمل شيء خارجي إذا بدنا نروح مثلا على رحلة في مناطق قريبة هلأ الجو يساعد لأنه الجو لازال معتدل ولازال بإمكاننا إنه نخطط لقضاء الوقت مع الطبيعة والطبيعة والتفاعل معها كتير مهم وليش إحنا بنحتي عن الاكتئاب الموسمي لأنه نسبة الضوء الشمس بتقل وبالتالي الدماغ بتأثر وبالتالي بصير بعض الأشخاص يصبح لديهم قابلية أكثر لحدوث نوبات اكتئاب في الانتقال بين الفصلين عشان هيك أنت تعرض للضوء اطلع ما تضلك بالبيت ما تضلك وإحنا بنعرف بالسبات الشتوي وسبات في بداية الخريف تبدأ الأمو يبدأ مثل حيوانات والكائن الحي بالاستعداد لتغير الفصل بنشوف النمل كيف بيروح على الجحو على البيوته وبنلاحظ أنه الكل بصير تفاعله مع الطبيعة أقال لكن هاي طبيعتهم إحنا كإنسان ما بزبط معنا لأنه إحنا دائما نظلنا في حالة عمل وفي حالة إنتاج دائما سواء في الخريف أو في الشتاء أو في الصيف إحنا ما بنا نعمل هذا السوبات الشتوي نظلنا نتفاعل مع الطبيعة نطلع نعمل نشاطات معينة حتى نحافظ على هذا النشاط سواء على مستوى العائلة بالداخل أو من العلاقات الخارجية أو الذهاب إذا بدنا إلى الأسواق لشراء الإحتياجات لأنه أرضا أيضا ترفع السوية النفسية نعم دكتورة يعني كثير مننا أحيانا بجوز يعني بتكون ظروفنا الاقتصادية مش مساعدة وكثير من النشاطات أحيانا بيكون بدها يعني قدرة اقتصادية يعني بالتأكيد فأكيد فيه نشاطات يعني كل عائلة أو كل شخص ممكن أنه يعني يزبط نشاط على أطلة نهاية الأسبوع يتناسب يعني مع قدرته الاقتصادية مش شرع يعني أنه الواحد يكون مقدر ويصرف يعني كثير على أطلة نهاية الأسبوع كيف بتشجع الناس أنهم يعملوا نشاط حتى يعني لو على يعني في داخل المنزل حتى يعني لو على سطح المنزل حتى لو أي شيء يتناسب مع قدرته الاقتصادية تمام السعادة وراحة البال هي لا تحتاج إلى الكثير من الجهد والكثير من الأموال أحيانا في البساطة تكون السعادة يعني ممكن نشاطات بسيطة ليس بالضرورة أنه نصرف الأموال وإحنا نعرف أحيانا طبيعة يعني إحنا كأردنيين يعني بنحاول أنه إحنا نستمتع حسب الظروف وحسب المعطيات قضاء الوقت مع الأسرة واللعب مع الأطفال يعني اللعب لعبة جماعية يعني لا تستهلك من الإمكانات الكثير هي نحتاج إلى قضاء الوقت مع بعض نلعب ألعاب تحدي مع بعض يمكن نعمل جمعة مع بعض يمكن نعمل أي إشيء مشترك قراءة كتاب نحضر على التلفزيون نطلع مع بعض أو الطبيعة يمكن أشياء حتى أنا دائما بقول إخرجوا عن الروتين يعني إذا كل يوم مثلا مرات بيكون في غدا في كذا أنت بهذا اليوم خذ أشياء خفيفة ساندويشات وطلعوا عن الطبيعة يعني ليس بالضرورة أنه الواحد يصرف كثير حتى يقول أنا ممكن أكون أكثر سعادة وهذا الحكي إحنا دائما نحكي لا ترتبط بالإمكانيات العالية إذا كنت تبسط نفسك تقدر تبسط نفسك من الإمكانات المتوفرة لكن التجديد والتغيير والتحسين وإيجاد أفكار أحيانا يعني بصير فيها التفاعل بين ذاتك وبين المحيط الخارجي هي الأساس في أنك أنت ما تخلي حالك تدخل باكتئاب أو ضغط نفسي وبالتالي تتكيف مع بيئتك ومع إمكاناتك وكتير مهم أنه نهاية الأسبوع أنه إحنا نفاعل كل النشاطات وكل الأشياء الحلوة اللي ممكن نعملها عن مستوى الأقارب الجيران الأصدقاء وحتى زي ما حكينا الطبيعة هي الأساس في أنه إحنا تخلينا نشعر بالراحة النفسية والسكينة حتى نبدأ أسبوعنا القادم وإحنا في عنا نشاط وما نكون نشعر بالخمول لأنه طبيعة الجو هي بتخليك تشعر بالخمول لدخولنا بهذا الفصل نعم يمكن دكتورة من النقطة التي كنت عم تحكي فيها أنه ما ندخل بالخمول يمكن في كثير أشخاص بفضلوا بأنه على عطلة نهاية الأسبوع خاصة أنت ما كان فيه التزامات لأنه يضوها بالبيت يناموا يعني ما يطلعوا بالبيت بقولوا إحنا منشحن حالنا منرجع بطاقة جديدة إيش بتحكي لهم قدي هذا الموضوع ضروري لأنه ركزت على نقاط مهمة كتير منها يعني تعرض لأشعة الشمس الخروج إلى الطبيعة أيضا يعني خلينا نحكي إنه نقرب من عائلاتنا أكتر إيش بتحكي لهم بتواجهي لهم هيك نصيحة هو حلو الواحد اليوم العطلة يأخذ القص الكافي من النوم يعني نشبع نوم لأنه بالأيام العادية بنكون نحب إنه ننام لأنه مجبرين إنه نخرج إلى أعمالنا هو النوم مميح بس ما يكون طول اليوم لأنه إحنا نومنا طول اليوم ممكن يساعد على هذا الخمول وبالتالي إفراز بعض النواقع العصبية في الدماغ بقل عشان هيك نقوله ما تستسلم لحالة الراحة اللي بتكون فيها اللي هي بالتالي مش رح تشحن دماغك بالشعور بالسكينة الشعور بالمتعة الشعور حتى إنك إنت مبسوط فإحنا من نقص بحالنا أحيانا إنه ما نظلنا قاعدين ومرخرخين على زي ما بحكوها إنه إحنا قاعدين بالبيت ومنعملش إشي حاول تعمل نشاطات حتى لو كنت بالبيت مش غلط مش بالضرورة إنه إحنا دايما نطلع لكن إذا أنت كنت من الناس اللي ما بتفاعلوا معك بالطبيعة أنا بنصحك إنه الطبيعة وصفت كعلاج لكل الضغوطات النفسية التفاعل معها الألوان الأصوات الأكسجيني اللي موجود في الطبيعة الشمس كلها هاي الأمور بتخلينا إحنا نشعر بصحة نفسية أفضل وبالتالي بتعمل لنا التوازن نفسي فإذا أنت كنت بتحب النوم نعم يعني مش غلط لفترة معينة بس ونوم النوم الكافي خلال الليل لكن خلي نهارك دايما يتصب بالنشاط خليك دايما في حركة دائمة اللي بيكون دايما بحركة دائمة بيستمر بنشاطه طول الأسبوع لكن اللي بيكون نايم طول الأسبوع حتى بداية الأسبوع بيحس يعني نايم بالعطلة نهاية الأسبوع ببدا أسبوعه وهو تعبان وهو عنده خمول وما عنده النشاط الكافي نعم دكتورة نهاية شكرا جزيلا لحضرتك وشكرا جزيلا على المعلومات المهمة يعطيك العافية نعم إذن أهلا وسهلا فيكي